ايران ما بعد مرحلة تنظيم الدولة اقوى من ذي قبل ونفوذها في منطقة الشرق الاوسط اخذ في التصاعد هو ملخص ما يتم تداوله في وسائل الاعلام الامريكية عن مسؤولين بارزين اجمعوا على ان طهران ماضية بقوة في تحقيق طموحها التوسعي على حساب جيرانها في المنطقة صحيفة واشنطن تايمز نقلت عن السفير الامريكي السابق في العراق رايان كروكر قوله ان طهران تزيد من دعم الميليشيات التابعة لها في العراق وسوريا واليمن سعية لزيادة نفوذها في هذه الدول ضخ المزيد من الاموال والاسلحة والمستشارين العسكريين الى المناطق الخاضعة لنفوذ نظام طهران هي اساليب تدخل في اطار مرحلة جديدة من مساع الهيمنة الايرانية الخطيرة كما وصفها كروكر اساليب اثبتت نجاحها وحققت للنظام الايراني مكاسب ليست بالقليلة لا سيما في العراق مكاسب يتشبث بها اليوم قادة ايران ويتفاخرون بالحديث عنها على وسائل الاعلام فالانسحاب من بلد كالعراق هو ضرب من الوهم كما يقول امين مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني محسر رضائي معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى تحدث في تقرير له ان ايران تمارس تأثيرا كبيرا على العراق ليس عسكريا فحسب بل على صعيد الاقتصاد والاستثمار في مجال النفط والطاقة توقيع الاتفاق النووي مع الدول الغربية عام 2015 ساهم في رأي مراقبين في تحرير مليارات الدولارات من اموال ايران المجمدة وهو ما ساهم في انعاش اذرعها المسلحة التي لم يدرج اغلبها ضمن القائمة السوداء لادارة ترامب ولن تصنف على انها جماعات ارهابية اشتركوا في القناة